دور الحكومة والقطاع الخاص في زيادة سندي الاستثمارة العالمية في سوق المصر بشكل كبير جدا عملية زي ما قلت حبيب كده أنا النهاردة أقدر كسندوق عندنا في اللفظ مش عايز يعني أعقد الموضوع قوي في حاجة سنديق بتسميه صندوق قابط أو صندوق أم بمعنى يقدر صندوق كبير ينشئ سنديق صغيرة تحته بالطريقة البسيطة يعني عشان توصل للناس النهاردة سنديق عالمية كتيرة كبيرة جدا تقدر أن هي تونشئ سنديق كتابعة لها داخل مصر بمحفزات مختلفة برؤى مختلفة بغيره النهاردة أنا قلت كدولة كدولة بتقوم بدورها بشكل كبير جدا في عملية تحفيز أو فتح الأفواق بشكل كبير جدا لدخول الاستثمارات من القطاع الخاص في التطوير العقاري النهاردة هم نتكلم على مصر دولة يعتبر الاستثمار العقاري فيها هو جاذب جدا جاذب وقاطرة ويمثل نسبة كبيرة جدا من حجم استثمارات داخل الدولة سواء كان استثمارات دولة استثمارات حكومية أو استثمارات قطاع خاصة النهاردة لازم تحط وتتحرك بنفس الطريقة اللي بتتحرك بها الدولة النهاردة الدولة عملت كل ده بس النهاردة بنصطدم بسياسة مالية قد تقوم بتنتهجها وزارة الملاء بتعيك شوية من هذا الأمر فلازم يحصل عملية تكامل وتوسيع للفكرة وتوسيع للرؤى النهاردة في مجالات جثيرة جدا يقولك لأ ما ينفعش الدولة تزاح من القطاع الخاص إلا القطاع العقاري القطاع الخاص بيستنى الدولة هتفتح فين ويروح وراها النهاردة لو الدولة ما عملتش العالمين مش هتفتح بعدي صحيح شرق رأس الحكة تشجيع يعني تشجيع لو الدولة ما راح تشجيع العاصمة الإدارية ومادة الطرق وعامت كومباونز وحاجات على نفقة وعامت الحي الحكوم وعاملت 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 المنطقة هتبقى غير جاذبة للإستثمار فالنهاردة هنتكلم محتاجين بعض التحفيزات محتاجين الموضوع طعفة هذه السنة دي من الرسوم ومن الضرائب عملية تسجيل العقار لازم تكون تختلف شوية بالذات في معاملات الإستثمار العقاري هيعمل فارق كبير جدا النهاردة حضرتك لو أنا بكل لو شركة تمتلك مجموعة استثمارات ممكن تحطها في صندوق وتأجرها فالنهاردة هتبتكلمي على أفاق تفتح لك وطبعا هتاخد السيولة كبيرة تقدر تطور بيها تعمل مشروعات جديدة غيره من هذا الكلام فبتتكلمي على حكم تمويلات غير طبيعية صحيح بشكل كبير أستاذ محمد رضا يعني أنت نورتنا جدا وإحنا كلنا نتكلم في موضوع مهم جدا الفترة الحالية اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي بشكرة جدا عملية بشكرة جدا مشاهدينا خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معينا